اشتركوا في القناة وعلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا المولى جلت قدرته ويعيد هذه المناسبة عليهما حفظهما الله وعلى أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات ثم نوه المجلس بأفق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعملهم التكاملي نحو مزيد من الإنجاز في مسارات التقدم والتنمية لصالح الوطن والمواطن معربا المجلس عن الشكر والتقدير للدور الذي يطلع به مجلس أشورى والنواب وإسهماتهما ضمن الجهود الوطنية التي تستهدف مصلحة الوطن وأبنائه وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور لنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلس أشورى والنواب بعدها شدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ التطعيم لما لهما من دور مهم في تقليل حدة انتشار الفيروس وهما خير داعم للجهود الوطنية للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية وذلك في ضوء إشادة المجلس بدور الكوادر التمريضية وإسهماتها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن أصدق تعزيه ومواساته إلى أسرة وذوي شهيد الواجب العريف عمار إبراهيم عيسى سائلا المولى جلت قدرته ويتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات التي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسرعة تقديم كل من يثبت تورطه في الحادث إلى العدالة ثم أعرب مجلس الوزراء عن قلقه الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس ودع المجلس السلطات الإسرائيلية إلى وقف أي ممارسات تؤدي إلى تصعيد التوتر والاحتقان كما أكد المجلس على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس لتجنب جراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلمة بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن التقويم الموحد للفعاليات في مملكة البحرين لعام 2021 بهدف توحيد الجهود التنظيمية وتوفير الاحتياجات والدعم اللوجستي اللازم لهذه الفعاليات مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عشرة اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمين من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية البوسنة والهرسك مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن أهم مؤشرات السجلات التجارية والتي أظهرت زيادة عدد السجلات الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021 ترجمة نانسي قنقر